أعلنت حركة حماس أن القيادي في الحركة عماد العالمي أصيب بطلق ناري في رأسه أثناء تفقده سلاحه الشخصي في منزله في مدينة غزة مؤكدة أن حالته حرجة وذكرت مصادر فلسطينية أن أبرز قادة الحركة توجه إلى مجمع شفاء الطبي للاطمئنان عن الحالة الصحية للعالمي يذكر أن العالمي ولد في غزة عام 56 وانضم لحماس منذ بداية تأسيسها أتقلته السلطات الإسرائيلية بين عامي ثمانية وثمانين وتسعين ليبعد عن القطاع عام أربعة وتسعين عمل ممثلا لحماس في كل من إيران وسوريا التي غادرها إلى غزة عام 2012